اهلين وسهلين بالجميع اليوم راح نكمل اليفنت ادفنترز ترايلز ما بديش اطول عليكم المقدمة لا تنسوا اللي تشارك في القناة تفايلتر ستبه حطوا لايك وانشوا المقطع اسمتوا بالمقطع اهلين 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 اليوم راح نكمل هذا اليفنت بسرعة عمنا ايام كثيرة ما كملناها وخلينا نكملها كلها ان شاء الله طبعا عملنا اليوم الاول والثاني فخلينا نعمل الثالث والرابع وان شاء الله الخامس ان شاء الله راح نبلش بالثالث ونشوف المراحل اللي لازم نعملها هناك لازم نستخدم الأول ونقفز وننزل الشي اللي لازم تعملوه تكسرو هاي يعني تعدوا تقفزوا وننزلوا وتجمعوا المصاري فقط هاي الأشي اللي لازم تعملوها يعني تستخدموا الأول تنتبعوا وهاي هاي مشان تروحوا لأدام تقفزوا وتكسرو هاي حلو هون تقفزوا وتستخدموا حرف الإي او حرف الف وهذا الشي اللي لازم تعملو مش نجمعوا المصاري هيك جمعنا المصاري المطلوبة خلين روح للمرحلة الثانية في الجزء الاول عملت واحدة انتبع الذئب الشخصية انتبع الذئب بتكسر هاي الحجر لازم تعملوا نفس الشي بس بايولا وهلا وصلنا للمرحلة الثانية لازم نستخدم نورمال اتاك انتبع هاي الشخصية ونقتله اه اوكي هيك اتناه لازم نستخدم بس النورمال اتاك استنى هيك تعدو تضربو حلو بعدو اضربو فقط وان شاء الله رح تيجي الولت ما رح يفيد معاه بس لازم نضرب بس بالنورمال اتاك بعدين هو رح يعمل دمج كتير هيك خلصنا هذا التشالنج حلو خلينا نروح لليوم اللي بعدو هلا رح نروح لليوم الرابع طبعا ما رح العب مع ناس على ما اظن انه هي نفس الليفلات بتيجي بس بشخصيات ثانية اه اوكي لازم هون لازم استخدم لليومنتل سكيل مشان اضرب الحيوانات متين اوكي هيك لا يا ساتر الزرقة بتروح لقدام والصفرة بتتحرك حلو هون حلو يعني تعدو تستخدمو بس حرف حرف الاي حالو جبناها كلها هيك خلصنا المرحلة سهلة وخفيفة هنا نروح للمرحلة اللي بعدها اوكي هون كمان لازم نستخدم الليومنتل سكيل يعني حرف الاي او حرف الف حسب اللي عندكم هاي اللقطة مشان ندخلهم في القوال الموجودة في اربعة خلان نجي نجرب هدول هيك بتعملولهم دخلنا واحد حلو لو بتضلكوا ضغطين على الا او الف تطلعوا هيك وبعدين تضربوا تدخلوا في القول اه هدا هدا كبير فلا هيك ما دخل خلينا نحاول بهدول هيك ونضرب خلينا ندخل هاد بسرعة هيك فوسنا حلو هلنا نروح للمرحلة اللي بعدها تجميع مصاري بايكة اسهل شي لازم نجري فقط مشان الشخصية تكون تحت المي وهي بتمشي وتجمع المصاري يعني زي هيك يعني اجروا بالشخصية وان شاء الله هي رح تنزل لحالها تحت الارض وطبعا لو اخدتوا هاي الاشياء الصفرة رح تزيد عندكم استمنة يعني استمنة ما رح تخلص شوف هيك نقص عندي استمنة شوي بنيجي ناخدها زاد عندي هيك خلصنا اليوم الرابع خلينا نشوف اخر يوم الاشياء اللي لازم نعمل فيها نعمل ستار يعني بيعطونا اي مهمة يعني انت وحظك هذا اللي انا فهمته خلينا نشوف الشي اللي لازم نعملوا بهاي الشخصية نجمع بس مصاري واخدوا هاي استمنة مشان استمنة ما يخلص عندنا وهن نفس الشي لازم تعملوه تاخدوا هاي الرجل وتقفزوا وهيك خلصنا عطونا هذا اللي بلي لساتنا عاملينو فما رح فرجيكم اياه لازم تستخدموا الالمنتسكيل تبع هاي الشخصية يعني حرف الاي او الحرف الاف مو الول مشان ما تخليهم يدخلوا لهون هيك خلصناها اوكي عطونا هاي الحرب هون لازم نجيب التفاعلات مشان نقدر نقتلهم فالشخصيات اللي عليهم كهرباء نضربهم بشخصية نهيدة بنورمال اتاك هيك ماتوا كلهم يعني لازم تركزوا بس تعملوا تفاعلات كهربائية مع التفاعل الديندرو مشان تاتوا المونستر هيك خلصنا هادا الافنت ولكن رح ندخل عالهدايا نشوف انه بأينا اثنين ما اخدناهم الشي اللي لازم تعملوه مشان نتاخدوا هاي الأثنين زي ما قلت لكم الليبل الخامس يعني اخر ليبل يعني اخر ليبل لازم تعملوه ثلاث مرات اللي بيعطيكم ثلاث مراحل عشوائية لما تعملوه ثلاث مرات بيعطيكم الهدايا كلها فان شاء الله يكون عجبكم المقطع وتكون سفتهم من المقطع لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعل جرس نبيه حطوا لايك وانشوا المقطع نراكم في المقطع القادم سلام